السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حياة احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر جالكو بقى النهاردة كده فيديو جديد بسيط وجميل وان شاء الله يعجبكم وهانل رضاكم بس قبل من نبقى فيديو النهاردة نحب نقول زي ما احنا متعبدين اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى قالي وصحبه وسلم ما شاء الله كان وما الماشر لم يكن وما توفيقي الا بالله ثم بيكم يا احلى واغلى متابعين يلا بقى كده كلمة اشتراك تحت الفيديو بالنول احمر اضغطوا عليها وبعد كده هي ظهر علامة الجرس وبعد كده كلمة الكل وبكده تكونوا اشتراكوين عندي في القناة وتتركوا جميع الاشعارات اما بقى اللي متابعني رب بني خليكم لي وما تحلمش مكنكم ابدا يا رب تمتح في حياتي خير وبركة ونعمة ننسوش بقى الليك للفيديو عشان كده ان شاء الله وانتنا تكبر بيكم بفضل الله سمى بيكم يا احلى واغلى متابعين طبعا الفيديو اللي فات عملت بقى فيه معاك وتنظيف عميك للشقة والنهاردة هنروق فيه مع بعض المطبخ زي ما قطركم بقى بلادنا كانوا في الامتحانات وتلات تربع البيوت بقى خلصوا خلاص الامتحانات وكنا مشغولين طبعا عن الشقة والترويق وكده فبعد طبعا قلت ايه اعمل معاكو بقى الفيديوهات ديت عشان نشجع كده بعض على الترويق وكمان ناخد كده من بعض طاقة ايجابية نتعلم من بعض ونستفاد من بعض يلا بقى كده يا احلى متابعين نشوف هنعمل ايه في الفيديو النهاردة اول حاجة بقى كده هنا عدخلت بقى على المطبخ قلت بقى اروق المطبخ كده الاول علشان اه وانا وقفت كده في المطبخ لو بقى بحضر فطار بقى عمل غدا يبقى كده المطبخ حولك يكون نظيف طبعا ده كله بنعاكس عليك لما تكون مقفة وانت بتحضري الاكل او بتعملي حاجة والمطبخ نظيف طبعا بتكون المرتاحة نفسيا وتكون كده بتدي بقى طاقة ايجابية ده كله بنعاكس على الاكل انت بتعمليه ويطلع بقى اكلك كده جميل وطعم الحلوة بقى بالروح الحلوة اللي احنا لازم كده نكون عارفين لما ندخل بقى المطبخ ما يخشش المطبخ واحنا زهقانين او متضاقيين عشان نعمل بقى الاكل لولادنا طبعا لازم تكون انت كده دخل المطبخ وانت بقى كده ريقة وكده تكوني مرتاحة نفسيا ده كله بنعاكس بقى ونفس الاكل ما بناقول نفس الاكل ليه وطعم الاكل ليه علشان نفس الاكل بك انت يا ست الكل لما تعمل بقى الاكل كده وانت مرتاحة وانت مبسوطة ؟ طبعا بنعاكس علي الاكل اللي بتعمل ليولادك وبيطلع بقى ان شاء الله من ايدك العسر دي زي الفل طبعا ده كله خير اي حاجة بنعملها في البيت بتبقى خير ده طبعا سواب يعني زي ما اي حاجة بتبقى اه اه مش قويسة يعني بتبقى ده طبعا سوق ويبتبقى بسيئات وكده فاي حاجة بتعملها في بيتك بتبقى خير لك ولأولادك ولأسرتك وربنا يجعل كل حاجة بتعملها خير في ميزان حسناتك يا رب العالمي. الوقت بقى كده الرخامة وشلت اي حاجة عليها وصبنتها زي ما انتم شايفين كده حطيت في اه شوية مية حطيت عليهم نقطة بريل او اي مسح اه منظف موعين عندك هتعصر عليهم لامونتين وبعد كده معلقة خل كده ده معكم تعكم بقى بيه الرخامة والمطبخ واي حاجة انت بتعملها. هنا غسلت بقى اول حاجة الكبات عشان طبعا اول حاجة نغسل الكبات عشان انت بتعملك كده وبتتغطي على الموعين ممكن الكبات تقع كده كده تتكسر منك. فاول حاجة ان احنا بنصبن الاول الكبات وبعد كده اه صبنت بقى اي دي الصفية بتاعة الموعين عشان بقى احط عليها الموعين. تذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. طبعا احنا شغالين بقى كده لازم بقى الاستغفار ونصلي على النبي. واكسرهم من الاستغفار واهم حاجة اه ذكر الله وصلاة على رسول الله. وكمان اه ده كله طبعا اه بيديك طاقة ايجابية واسكر الصباح اول ما تصح من النوم. اه والادعية طبعا ده كله اه بنشط كده الجسم عشان تستعد كده اليوم جميل ومع بيتك واسرتك. الادعية وكل حاجة والاسكار ديت اهم حاجة بتدي كده للجسم طاقة ايجابية ان انت تستعد بقى اليوم جميل كده ونشيء. اللي بقى كده بعد ما خلصت بقى هنا المطبخ. طبعا وكنت حضرت فطور وعملت بقى طبعا حاجات كتير بس ما قلت لكم النهاردة وهي بقى استردت ترويق المطبخ كده وانحضر مع بعض الغد. هنعمل مع بعض كده النهاردة الكبت واوانس بتاعة الفراخ بطريقة جميلة جدا وبازن الله هتعجبكم معايا هنا ادي الكبت واوانس طبعا غسلها كويس جدا بلمون عصرت عليها لمون. ولو تتخلي كده على السريع وهنا بشطفها تحت المية. وبعد كده حطتها في مصفة وبعد ما صفت بقى اي حاجة فيها فاضتها في الاطبع كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنا بقى معايا بصل ومعايا طماطم. وفلفل وبقى البهارات اللي احتاجها ملح وكمون وبابريكا وفلفل اسود وكسبرة. مش هنحتاج اكتر من كده. ومعايا كمان مفروم. اللي التوم دوت عامل معايا قبل كده في القاني. وهنا بقى بقطع بقى البصلة هوت هقطعه جوانح او عصفل زي ما انتم شايفين كده. وقادي الفلفل برضو. كل حاجة قطعها صغير. زي ما قلت لكم بقى اهم حاجة تخسر بقى الكبدة كده تكون كويس. طبعا كبدة الفراخ لازم تتغسل. وعملتها زي ما قلت لكم باللمون والخل. وفي المصفة كده. وصفت اي حاجة. وزي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله زي الفل. هحضر بقى الحاجات دي طبعا كده قلت هحضر معاكم الحاجات دي عشان بعد كده ناخدها بقى على البوتجاز ونشوف هنعمل ايه معا بعد. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده والنهاردة بقى كده طريقتها جميلة وبسيطة وبازن الله. يعني مش عايز اقول لكم كانت طعمها عامل ازاي نفس وريحة وطعم جميل. يعني بازن الله هتتبعوا الخطوات دي هتفي الكبد والاونس. هتطلع معاك بقى احلى طبق كبد واونس هنعملوا معا بقى. نلا بقى كده هذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اللي وصح بي وسلم. على المتجاز كده او على النار هناخد بقى حاجتنا ونروح جبت التوصل اللي هعمل فيها. حطت هنا معلقة سمنة بلدي او هي مادة دهونية انت عايزيها. هحط بقى كده اول حاجة فيها البصلة هيت. هشوح البصلة يعني مش هخليها تاخدون ولا حاجة. هطلع بس كده آآ تبقى طرية كده معينا. وبعد كده حطت عليها الفلفل. معلقة التوم زي ما تركوا التوم دوات عاملة معاك وقبل كده في الكني. معلقة التوم صغيرة بس تكون مليان. هشوح بقى كده مش عايز اقول لكم بقى الريحة كانت عاملة زي. بعد كده نزلت عليهم بالاونس. طبعا بننزل بالاونس الاول عشان بتاخد سوى. فبننزل بها الاول ونستنى بقى الكبت للاخر خالص. بعد كده نزلت بقى بالتوابل معينا اهيت ملح وفلفل اسود وكمون وكسبرة وبابريك. هنلت بقى المكونات دو كلها مع بعض. حطت بقى هنا نصف كبية مية وغطيت عليها عشان بقى الكبتة الاونسة تستوي الاول وبعد كده. آآ نبقى نحط بقى بقية المكونات. زي ما بتركوا بنستنى الاول يعني بنحط الاونس الاول ولما تستوي الكبتة ما بتاخدش وقت خالص ولا بتاخد سوى. نزلت برضو هنا عليها بحبية طماطم اهيت قطعتها كطع صغيرة. هنا بقى البطاطس ديت كنت عاملها للفطار وبعد كده آآ مش عملته يعني كنت مقطعها عشان احمرها للفطار. آآ ولقيت اللي احنا يعني مش عملتها فاقلت بقى ايه? ادخلها بقى في طبقة الكبتة والاونس دي. يعني خدتها بقى ديت زي ما انت شايفين كده قطعها بقى كطع صغيرة كنت مقطعها آآ صوابع كده عشان تتحمر. فاقلت بقى ايه? ادخلها في طبقة الكبتة والونسة عشان ما اشتبهاش آآ في المية او اسيبها اكتر من كده. كنت عاملها للفطار. قطعتها كطعة صغيرة وبعد كده بقى هيت كده خلاص الكبتة دخلة على سوى او الونسة دخلة على سوى هحط بقى عليها آآ الكبتة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي? مش عارف اقولكو بقى كانت طعمها عامل ازاي? والحيطها عامل ازاي? هنزل بقى عليها بالكبت. او بالكبتة. طبعا الكبتة ما بتتقلبش كتير عشان ما تتهرش منك. تقلبتين بس كده وخلاص. بعد كده بقى حط عليها البطاطس. الكبتة ما بتاخدش سوى وكمان البطاطس ما بتاخدش سوى. ففي الاخر كده مع بعض حطتهم زي ما انتم شايفين كده. هقلبهم بقى واغط عليهم آآ تلات اربع دقايق وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه? هغط عليهم بقى لما نحضر بقى هنشوف ايه? هنعمل ايه بقى جنب الطبق الجامل ده? جبت بقى هنا خيار وهي هعمل بقى السلطة وقادي المخلل. وزي ما بتلكو يعني فيديو كده النهاردة جميل وبسيط. لو انت بقى محترة تعمل ايه? هتعمل الطبق الجامل ده. يا رب بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم وهنا لرضاكم. ويكون كده يا فكرتي بسيطة النهاردة وجميلة. ويتمنى ان تتجربوه بازن الله يعجبكم وهنا لرضاكم. احلى واغلى متابعين. استبدعكم الله لازل لا تضيعوا ودائع وفرعية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الف من سلام.